مجلس الأمن المجلس الأمن قال للأمم المتحدة بقولك إيه؟ تعالين نفتكر مع بعض كده لمحة تاريخية بسيطة من القرار 242 242 الصادر من الأمم المتحدة بعد عدوان 67 بعد 67 أو جزء من النتيج للأسف اللي حصلت بسبب اللي جارة في 67 فإنه تم احتلال مساحات كبيرة من أراضينا العربية منها الأدس منها مساحات ضخمة جدا في فلسطين ومنها كانت سينة وبدأت حرب الاستنزاف إلاخ 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 وصولا إلى نتائج عظيمة وهي نصر مؤذر في 6 أكتوبر أو بداية من 6 أكتوبر عام 1973 هل ده محور الحديث؟ محور الحديث هو 242 242 كان عبارة عن بندين كل بند فيه فرعين يعني واحد اتنين واحد فيها ألف وبين تعال على ألف لو أنت عاوز تعرف المصيبة فين الناس تجي تقول لك يا جماعة لماذا لم يفعل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا ومش عارف إيه قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 242 واللي بيسمح لنا أن احنا نقدر نرجع أراضينا التي تم احتلالها لا وهنا هفاهمك الفرق ما بين أن أنا أتفاوض بـ 242 ولا أتفاوض بمبادرة السيسي ده الاسم المصطلح الذي يستخدم ولازم تبقى فاهم كده أنا عندما أتحدث عن الرئيس فأقول إيه فخامة الأسحة فاتح السيسي أنا خلقتي كده أما المبادرة فهي سياسيا في الصحافة الدولية اسمها كده مبادرة السيسي فيه فرق ما بين أن أنا هعود على ترابيسة المفاوضات أتكلم بـ 242 ولا أتكلم بمبادرة السيسي لا أتكلم بمبادرة السيسي إيه الفرق يا يوسف ما هو المبادرة بتاعت الرئيس بتقول هي العودة إلى حدود قبل 4 يونيو 1967 القدس الشرقية عاصمة فلسطين المستقلة صح؟ أقول لك صح تقول لي مهودة 242 أقول لك لا 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 242 ما قالش كده 242 يوري لك مشكلة استقبال نحن كعرب للحاجة إحنا نعز الفرحة قد عنين أوه الأمم المتحدة أقلت 242 أي بيقولي 242 لو سألت أي حد في الشريع العربي كده من غير المتخصصين أو المهتمين إيه بقى 242 ده أقولك 242 اللي بيقول إن إسرائيل تنسحب من الأراضي اللي احتلتها في 1967 أروحان أراضي ده أقوله غلط لا يا يوسف القرار بيقول كده أقوله لا تعالى بس السياسة لعب التفاصيل القرار ما بيقولش انسحاب إسرائيل من الأراضي أخذ بالك ال كده دي اللي أنا شددت عليه بتجديد اللام الأراضي التي قامت باحتلالها الأراضي التي قامت باحتلالها في 67 طب القرار قال ليه يا عم يوسف ده كده كان على النقطة ألف أو بالأدق النقطة واحد البند ألف القرار طالع بيقول انسحاب إسرائيل من أراضي مش الأراضي من أراضي من غير الألف واللام التي احتلتها في 67 ايه يا عم يوسف الفزلكة لا والله أبدا السياسة فيها استنصاح سفاش فزلكة هم استنصحوا علينا فعمل إيه شال الألف واللام سواء إذا كانت في النسخة العربي أو في النسخة الإنجليزي يعني شال the land the شال كلمة the وسب lands أراضي لو أنا شلت الألف واللام يعني اللي قلت الأراضي يبقى كل الأراضي اللي تم احتلالها في 67 تنسحب منها إسرائيل فور طالما أنا حطيت الألف واللام طب شلت الألف واللام بقيت إيه؟ انت نسحب إسرائيل من أراضي إحتلاتها يعني إيه أراضي؟ يعني بعضها أغلبها نصه حتى منه أراضي من غير ألف واللام بالمناسبة ده جانب من مجلس من جلسة مجلس الأمن المنعقدة دلوقتي يا وحنا بنتكلم يبقى يبقى 2-4-2 أضعف كثيراً وبمراحل من مبادرة السيسي مبادرة السيسي بتقول إيه؟ إرجع للحدود اللي قبل 64 ده معنى إيه؟ معنى أنه يضرب 2-4-2 في مقتل معناها أنه بيقول 2-4-2 ولا تفرق معايا أنا مش عايزك أصلاً ومش عايز أفوض عليك وإن إحنا أنفقنا عشرات السنوات من المفاوضة على ولماذا لا تفعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن القرار 2-4-2 عشان هو قال تنسحب من أراضي وأنا مش عاوز أفوض على ده أنا عاوز أفوض على الأصل يعني قبل 4 يونيو قبل 4-6-1967 أخذ كل الأراضي اللي احتلتها إسرائيل مشمول فيها الأدس لا تحديداً الأدس الشرقية الأدس القديمة طيب لو استخدمت 2-4-2 تاني هو بأكد لك معناها أنه إسرائيل تنسحب من البعض من الجزء مش من الكل أصلاً طالما شلت الألف واللام ذا تي أتش إي دي مش موجودة في النص لا موجودة في النص الإنجليزي ولا موجودة في النص العرب مش موجودة فجاي المجتمع الدولي للأسف الشديد خد بالك هذا القرار كان صادر برضو من مجلس الأمن وصادر بأغلبية من غير فيتو فأنت لازم على طول هنا ذهنك ينتبه لازم على طول جرس يرنف مخك يعني إيه مجلس الأمن يوافق على قرار انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللي تم احتلالها في سبعة وستين ولا أمريكا طلعت فيتو ولا فرنسا طلعت فيتو ولا أنجلترا طلعت فيتو فيبقى لنا دولتين عمليا ما كانوش هيستخدموا حق الفيتو وقتها كان الاتحاد السوفيتي والصين هتكت قولي بس الاتحاد السوفيتي كان أول دولة عطارة فوق لك كان خلي بيلك أن موقف الاتحاد السوفيتي تغير بالكلية من إسرائيل بعد هذا الاعتراف لكن كان حصل مش دا دلوقتي نقطة كلامنا ولا منقشتنا مجلس الأمن يطلع قرار اسمه 242 وبيقول يا إسرائيليين انسحبوا ومن غير فيتو الله طب هو الزهن العربي محسش أنه بيخدع على ما يبدو أه ما قدرش أجزم بس على ما يبدو أه بدليل أنه فرح وقال لك بس خلاص لأنه لما تيجي تقرى القرار بعد كده هتجد أنه هو بيدي لك مجموعة من الصور الجميلة المبهجة أنه خلاص ويبقى فيه سلام كامل وسلام عادل في المنطقة واعتراف بأنه فيه دولة اسمها إسرائيل وأنه ما يبقاش فيه عداء متبادل ما بينهما بين الدول التانية وخلاص يا جماعة حبوا بعض ما تحبوش بعض مش مهم بس إحنا ملناش دعوة بعض خلاص إحنا عندنا دولة والدولة دي هتبقى آمنة ومستقرة واتعيش فيه سلام وهتنسحب من أراضي هي طبعا لا نسحبت لا من الأراضي ولا من أراضي هي ما نسحبتش من حاجة هي استكملت فيه هذا وأو غلط فيه المزيد من الاحتلال والمزيد من الاستعمار والمزيد من بدقة المستوطنات والمزيد من قتل العشرات المئات الألاف ده اللي عملته طيب تيجي تقولي بس أصلي يا يوسف إحنا لما قعدنا في أسله أقولك أسله مين أسله مين إحنا كده لسه فعلا نايمين أسله حبرة على ورقة بموجب اتفاق أسله انسحبت وبعد شوية رجعت تاني كملت ايه احتلال وسيطرة وزودت السياسة والاقتصاد الإسرائيلي أيم على حاجة اسمها الاستتباع التبعية والاستتباع طب التبعية يعني ايه يعني لازم تخلق مظلومية كبيرة فتبقى طول الوقت رايحة بتمسك في ديول الأمهات الأخوات الكبار تروح تمسك في ديول إنجلترا حبتين وفي ديول أمريكان حبتين وفي ديول بعض دول أوروبية أخرى حبتين لحقوني أنا غلبان محاصر العرب عاوزين يزقوني يرموني في المياه الحقني دي تبعية فيحصل ايه قدام هذه التبعية أنه طول الوقت عنده حالة من حالات المظلومية وطول الوقت أنا ضحية فيعمل ايه ياخد مساعدات مساعدات فلوس وسلاح ودعم سياسي ودعم عسكري وتهديد من كل دول العالم لمن يحاول حتى أنه يعدي قدام إسرائيل ويعمل كده طب واللي استتباع اللي استتباعنا طول الوقت يستتبع أرضا جديدة ويبني عليها مستوطنات فيصبح وضعا قائما خلاص هنعمل ايه يعني عايزنا نهد المستوطنات ونشرد المساكين دول فيعيد تاني التبعية مساكين صحيح معقول نطردهم لا يمكن خليهم بقى فبيعمل ايه سياسة فرضة أمر واقع تبعية واستتباع ده اللي بيحصل تيجي بعد كده ألاقي ناس لازلت حتى الزعج ولماذا لا نعود إلى 242 الصدر من مجلس الأمن 242 ده يهدم القضية قصير ايه هو شكل التشبس ب242 يعني ايه المحبة في 242 ده قرار خيبان ده احنا اتضحك علينا ب242 ده محدش فكر خالص على انه قرار صدر من مجلس الأمن من غير فيتو واحد ده مرمشوش آه تمام هنكتب كده آه أوكي يلا مرر اللي بعده طيب 242 لو انت عايز يعني نفذو لا اي قرار بعده نفذو لا طب ما انت عندك الجلسة الطريقة الأم المتحدة الجمال عام الأم المتحدة اللي كانت لسه من كم يوم بأغنبية 120 دولة نفذو لا يا جماعة هدنة إنسانية نعالج الجرحة والمصابين ندخل الميا والأكل والشرب ندي لهم طاقة يقول لك لا المستشفى بتاخد الطاقة وتديها للمقاومة وهي بيستخدمها ضدنا ايه ده بلاش سكرتير عام الأمم المتحدة يذهب إلى معبر رفح يرى ما يحدث يسمع بأدني القصف والمدفعية والضرب ويقول لك اللي بيحصل ده مصيبة يا جماعة دي كارثة إنسانية انت بتقول إيه إسرائيل تسببت في كارثة إنسانية هتو وتوضع رقبة كويترش تحت المقصلة بتاعة الإعلام والبروباجندا والسوشيال ميديا الإسرائيلي بالمناسبة ده مش جديد هو مرة زمان شارل دي جول اتكلم على إسرائيل بشيء من السلب اتحطت رقابت وتحت نفس ذات المقصلة وقتها أظن كان 68 لو أنا فاكر يعني ولم تقم له قائمة بخ شارل دي جول تكلم على الرجل من أهم وأكبر وأبرز الأسماء في تاريخ فرنسا الحديث والجمهورية الخامسة الرجل الذي حرر فرنسا في الحرب العالمية التانية اتنين اربعة اتنين ايه اه واتنين اربعة اتنين فقط اتنين اربعة اتنين ايه وأمم متحدة ايه وقارات مجلس أمن اللي احنا لسه آملين متخيلين ان هو هيعمل حاجة المصلحة